طيب خليني أسألك سؤال مهمة شيئا صامحنا طالب العلم ما هي الأمور التي يعني المتخصص في الفيزياء والكيميا الهندسة الطب وغيرها من هذه العلم مختلفة هل يجب أن يكون لديه يعني علم الشرع جزء منه ثم يستكمل باقي العلوم أم ماذا ما هي الشروط قديما لم يكن يجد الناس تعارضا بين العلمين قديما كان عندنا من العلماء ليه عالم طب وفقية عالم كيميا وفقية ومفسر يعني عندنا ابن النفيس مكتشف الدورة الدمية والصغرى من فقه المجذة بشفعي نعم عندنا الخوارزم مكتشف علم الجبر سبب اكتشافه للعلم ده إيه إنه كان لما يجي يحل مسائل المواريث الربع والثم والسدس في الأسهم صعوبة فاخترع العلم هذا العلم يعني أصلا سبب اختراع العلم ده مسائل المواريث التي في الشريعة اللي كان عالم بالشريعة ابن سينة عالم في الطب وعالم في الشريعة ابن رشد فيلسوف كبير جدا وأحد أبرز فقهاء المذهب الملكي ومن المبرزين في الفقه الملكي لا نقصده هنا أنه لم يوجد ولذلك هناك كتاب كبير يعني العلماء الذين جمعوا بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية لم يجلد كبير يعني صدر منذ شهور وحصر في الحضارات الإسلامية كم من العلماء جمع بين هذين العلمين أو بين أكثر من علم يوجد وعندنا علماء تلاقي مثلا يتألك ابن خلدون وعالم في الفقه الملكي عالم به ومؤسس علم الاجتماع ويكتب في السياسة أو في التاريخ ابن كثير ابن كثير مفسر وفقه حنبلي ومؤرخ كتب البداية والنهاية الإمام الذهبي محدث وفقيه ومؤرخ كتب تاريخ الإسلام في وسير العالم النبلاء في 25 مجلد يعني أصد تاريخنا الإسلامي مملوء وزاخر بهؤلاء العلماء الذين لا ينتهي عددهم في مسألة الجامع بين العلوم فلا يوجد تاريخ لكن إحنا أصبحنا في زمن تخصص الدقيق يعني تقول له متخصص إيه أقول لك فقه تخصص العام تخصص دقيق أقول لك سياسة شرعية أو السياسة الشرعية تخصص إيه فيه أقول لك والله الفقه الجنائي فيه أو الفقه السياسي فيما يتعلق بكذا ده موجود ده في السياسة دكتور في قولية اقتصاد والعلوم السياسية ده الكلية القسم قسم السياسة جوه القسم النظرية السياسية ده زمننا مبقى زمن العلوم ده أصبح الشخص نفسه مواهب وملكاته يكون فيها التعدد لكن فيه التخصص بيبقى فيه التخصص الدقيق المطلوب إيه زي ما اللي ذكرت في المقدمة هناك فروض عينية على المسلم يعني أن يعلمها كان طبيب كان مهندس كان أمي زي ما يكون لازم يعرف الأول كيف يؤمن بالله إيمانا صحيحا كيف عبادة تقبل كيف يكون صاحب خلق قويم بين الناس ده يتعلق بالجميع رجلا كان أم امرأة عالما كان في أي تخصص الباقي بات توسع يوسع مدارك الإنسان كلما كان صاحب التخصص في علم معين يطلع على تخصصات أخرى يضيف في تخصصه إضافات مهمة نعم نعم